أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن تحفيز روح الإبداع الشبابي وتحمل المسؤولية الوطنية في الالتزام بأمانة الكلمة والموضوعية وتنمية القيم الوطنية المشتركة ركيزتان أساسيتان في تطوير الرسالة الإعلامية ودورها المحوري في تعزيز البكتسبات التنموية والحضارية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في احتفالية نظمتها وزارة شؤون الإعلام بالتزامن مع الذكرى السادسة عشرة لميثاق العمل الوطني لتكريم الفائزين بجوائز مصابقة الإبداع في الإنتاج التلفزيوني ومصابقة الملعب للمواهب الرياضية الإعلامية أعرب سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام عن اعتزازه بالكوادر الوطنية المتميزة والمبدع في مجال الإعلام والإنتاج الفني وشتى الميادين باعتبارها الثروة الحقيقية للوطن ورصيده على طريق البناء والتنمية المستدامة وقام وزير شؤون الإعلام بمنح المشاركين شهادات تقدير وجوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل من مصابقة الأفلام الوثائقية التي تبرز المبادئ والقيم الوطنية والإنسانية ومصابقة الفواصل التلفزيونية التي تعكس إبراز المعالم الأثرية والسياحية في مملكة البحرين ومصابقة الملعب للمواهب الرياضية الإعلامية وأكد وزير شؤون الإعلام سعي الوزارة عبر قنواتها وبرامجها التلفزيونية إلى الاستفادة من الطاقات الشبابية المتميزة والتي أثبتت موهبتها في مجال الإنتاج الفني والإعلامي أنا دائماً أقول فريقي اللي يشتغل معاي أبحث عن الشباب اللي يحبون الفوز إذا ما لقيتم أدوهر الشباب اللي يكرهون الخسارة فهذه دائماً أنا أقولها حق تيم اللي عندي أنا ما عندي لكم وصفة نجاح لكن عندي لكم وصفة فشل وصفة الفشل محاولة رضاء الجميع وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام ترحيبه بالأفكار الشبابية المبتكرة في تطوير الإعلام الوطني وحرصه على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في النهوض بالرسالة الإعلامية وإنتاج الأعمال الفنية المشتركة من برامج إذاعية وتلفزيونية متخصصة وأعمال درامية وفنية وتاريخية وطنية وغيرها بما يعكس التاريخ العريق للمملكة وإنجازاتها الرائدة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة اشتركوا في القناة